الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد في إطار مشروع تعميم المعرفة هذا هو المقطع الثالث والثلاثون بعد المئة الدرس الثالث في الإحصال الوصفي Descriptive Statistics مقاييس التشتت اثنين تحت عنوان معامل التغير أو التشتت النسبي أو التباين النسبي Measures of Dispersion Coefficient Variation Relative Dispersion or Relative Variance وعلى بركة الله نبدأ أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكافة الأحبة الطلب والمتابعين لهذه القناة التعليمية معامل التغير التشتت النسبي Coefficient Variation Relative Dispersion أو كما ذكرت Relative Variance قدمنا في مقطع سابق درسا مفصلة عن مقياس سين لتشتت مجرز Dispersion كان أهمها التباين Variance وتباين المجموعات المتعددة سنقدم إن شاء الله تعالى في هذا المقطع مقياس معامل التغير Coefficient Variation أو ما يوصف في بعض الأحيان بأنه تشتت النسبي Relative Dispersion أو تباين النسبي Relative Variance يستخدم معامل التغير في مقارنة قيمة التباين لمجموعات مختلفة من المشاهدات الإحصائية سواء كانت من مجتمع الإحصائي Statistical Population أو من عينة عشوائية Random Sample معامل التغير يعرف معامل التغير رياضياتياً كما يأتي V sub i تساوي Sigma sub i مقسم على Mu sub i ضرب 100% هذا هو معامل التغير للمجموعة i هذا انحراف المعياري للمجموعة i هذا متوسط للمجموعة i طبعاً إذا كانت البيانات تمثل كل مفردات للمجتمع الصائب معناه آخر الآن هذا هو Sigma square of 1 اللي هو الانحراف المعياري للstatistical population أو المجتمع الإحصائي و Mu اللي هو متوسط المجتمع الإحصائي الآن معامل التغير تشتل النسبي أما إذا كانت المشاهدات مصحوبة من عينة عشوائية Random Sample فإن صيغة معامل التغير تصبح كما يأتي X sub i تساوي S sub i مقسم على X bar ضرب 100% هذا معامل التغير المجموعة i هذا انحراف المعياري للمجموعة i باعتبار أن الحراف المعياري حسب لعينة عشوائية وهذا متوسط للمجموعة i باعتبار أن المجموعة أو المشاهدات لعينة عشوائية مثال على حساب معامل التغير أو تشتل النسبي مثال لنفترض بأن مجموعتين من الطلبة تقدمت لامتحان في مساق الماء وكان متوسط علامات المجموعة الأولى خمسين بين حراف المعياري مقداره خمسة إذن هو متوسط علامات المجموعة الأولى كان خمسين علامة وانحراف المعياري لعلامات المجموعة تساوي خمسة وكان متوسط علامات المجموعة الثانية ثمانمائة ممكن يكون من ألف العلامات لكن ثمانمائة من حراف معياري مقداره مئة عشرين بناء على هذه المعلومات يكون معامل التغير التباين أو التشتت النسبي لكل مجموعة من المجموعتين الأولى والثاني باعتبار أن كل مجموعة تمثل مجتمعا إعصائيا يعني حسبنا الآن معامل التغاير باعتبار أن كل مجموعة تمثل مجتمعا إعصائيا مستقلا الآن معامل التغاير المجموعة الأولى V sub 1 المجموعة تساوي 5 اللي هو الحرافة المياري مقسم على 50 اللي هو متوسط مجموعات متوسط علامات المجموعة الأولى ضرب 100 بمية وتساوي عشرة الآن V2 V2 اللي هي الآن معامل التغير المجموعة الثانية يساوي عشرين اللي هو الحراف المعيار إلى المجموعة الثانية مقسم على ثم المائة للمتوسط علامات المجموعة الثانية ضرب مية وتساوي اثنين ونص نلاحظ من مقارنة النتجتين بأن توزيع علامات المجموعة العقولة أكثر تباين نلاحظوا أنه تباين أو يعني توزيع علامات المجموعة الأولى أكثر تباينا من توزيع علامات المجموعة الثانية ويزيد عنه بمقدار أربعة أضاف يعني الآن ما يسمى بمعامل التشتت النسبي أو التباين النسبي لاحظوا الرقم خمسة مقسم على خمسين ضرب مية أو عشرة فمن ظن أنه والله انحراف معياري قليل قليل أو يعني مقدار قليل وهذا المقدار الأكبر معناته فيه هناك يعني هنا تباين أكثر لا بالعكس الذي اتضح من هذه النتيجة بأن حاصل القسم يعطانا تباين نسبي أو معامل تغاير يساوى عشرة أكبر من معامل التغاير المجموعة الثانية بأربعة أضاف اللي هو تقريب 2.5 هنا نلاحظ أنه هاي العشرة أكبر من 2.5 بأربعة مرات ما يعني بأن التباين النسبي أو معامل التغاير المجموعة الأولى أكبر بأربعة أضاف من مجموعة الثانية هذا معامل التغاير المجموعة الأولى وهذه معامل التغاير المجموعة الثانية نأخذ المثال بالرسم البياني الآن مثال على معامل التغاير أو التشتل النسبي بالرسم البياني نلاحظ هذا الآن الرسم البياني لأن هناك مجموعتين المجموعة الأولى من لاحظ أنه المتوسط ألف ميوت ساوي ألف باعتبارنا نتحدث الآن المجتمع صائي حراف المعياري يساوي عشرين لهذه المجموعة معامل التغاير يساوي في مقسم عشرين على ألف ضرب مية بالمية طبعاً يساوي 2% هنا اثنين بالمية في حين الآن أو طبعاً بإثنين نضربها الآن ضربناها بإثنين يطلعla عندي اثنين أو بالمية بالمية عفواً يطلع عندي اثنين يعني الجواب يكون اثنين لكن هنا اثنين بالمية المتوسط المجموعة الثانية ميوت تساوي ألف والحراف المعياري يساوي سيجما سكوير لساو 100 فمعامل التغاير لساو V وهو 100 قسم على 1000 100 بمية لساو 10 بالمية ما يعني بأن القيم هنا متقاربة والقيم هنا متباعدة ما نستنتج بأن معظم القيم قريب من متوسط الحساب في حين بأن معظم القيم هنا بعيدة عن متوسط الحساب وبالتالي معامل التغاير لهذه المجموعة أقل من معامل التغاير لهذه المجموعة الثانية المقطع القادم بالله شكرا لكم على حسن متابعتكم المقطع القادم بحول الله تعالى سيكون مقدم في علم الاحتمال المقدم رقم واحد طبعا تعريفات أساسية المجموعات والتعامل معها والقيم المتوقع المتغير العشوائي Introduction to Probability Theory Part 1 Definitions Sets and the Expected Value of Random Variable لا تنسوا الاشتراك معنا في هذه القناة التعليمية والتعليق على المحتوى من أجل تعميم المعرفة بلغة الضاد لغة القرآن الجميلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى